طبعا منتخب إيطاليا هو ضفنا دلوقتي فيه السادسة نستقبله ونرحب به ونشكره طبعا على مشاركته أهلا وسهلا بيك أشكرك على وقتك وعلى مشاركتك وأهلا وسهلا بيك على شاشة النادي الأهلي شكرا شكرا لكم شكرا لكم على الاستضافة شكرا لكم بداية خليني أقولك أن المنتخب الإيطالي مش بس بيشجعه الإيطاليين لكنه واحد من المنتخبات اللي ليجوا مهور وعشاء في كل أنحاء العالم خليني أسألك عن تراجع مستوى إيطاليا في الفترة الأخيرة والكلام مش بس على خسارته أمام إيطاليا أمام إنجلترا بنتيجة بثلاث أهداف في تصفيات المؤهلة لليورو لكن حتى بتعادوا عن المشاركة في كاس العالم إزاي بتشوف المرحلة دي في مشوار المنتخب الإيطالي وهل بتشوف النسباليتي قادر على إعادة إيطاليا للمصاري الصحيح مرة تانية ولا لا إذن قبل أي شيء أقول أن ما يتعلق بالكرة الإيطالية سنرجع بالكرة الإيطالية للخلف إلى ذكريات عظيمة وذكريات متألقة لإيطاليا قبل أي شيء أقول لكم نهو قبل أي شيء نقول إيطاليا كانت حافلة بالأسماء العظيمة الأسماء الكبيرة وبداية منذ أن بدأ الآن منشيني في استعادة إيطاليا ووضعها على المسار الصحيح لذلك أقول لكم وما كان يركز عليه منشيني هو التركيز على الشباب والدفع بهم لإخراج إيطاليا من أزمتها وإعادتها من جديد للتصدر المشهد هذا هو الحل من وجهة نظري يعني من وجهة نظرك هل من الضرورة أنه المدرب أو المدير الفني لمنتخب إيطاليا يكون إيطاليا بالنسبة للمدرب أن وجهة نظري نعم هذا هو يعرف إيطاليا وطبيعة إيطاليا ومتابع جيد للدور الإيطالي ويعرف كل ما يتعلق بالكرة الإيطالية وبالشعب الإيطالي وبالجماهير لأن الكرة ليست مجرد لعبة وإنما هي نقول حياة ثانية نقول أنها كوكب مليء بالتشويق هل سباليتي كان الخيار الأصوب أو الأسلم من وجهة نظرك في الوقت الحالي لقيادة المنتخب الإيطالي وهل تراهن على نجاحه ومش بس في الوصول لليورو لأنه منشيني سبق ونجح مع إيطاليا في التتويق بلقب اليورو لكن الكلام كمان على تأهول إيطاليا لكاس العالم بالنسبة لسباليتي يعمل بشكل جيد ويذهب إلى مساري الصحيح وفي هذا الوقت ووقت عصيب ووقت مليء بالأزمات بالنسبة لإيطاليا لكن يأمل لوتشانو سباليتي أن يعيد إلى إيطاليا تصدر من جديد وحقا يتولى المسؤولية بشكل جيد لا نعيب عليه في أي شيء حقيقة أن أخذ إيطاليا بعدما نشين في وقت حرج جدا في وقت صعب في وقت إيطاليا نقوله تلتقطه وأنفاسها الأخيرة بعد أن كانت متصدرة حقا لكن ووقت صعب الموسم الأخير يمكن وأنا كنت أتكلم على أنه جزء من عشقنا أو من حبنا للكرة الإيطالية هو تفوق الأندية الإيطالية لسنين طويلة جدا وقدرتها على المنافسة على الألقاب الأوروبية بل والتتويج بيها وكلام على اليوفي على الإنتر على الميلان يمكن شفنا جزء من استعادة القوة على مستوى الأندية في إيطاليا في الموسم الأخير وشفنا ثلاث أندية في إيطاليا من إيطاليا بتتأهل لنهائيات المسابعات الأوروبية كنا بنتوقع هذا ينعكس بشكل إيجابي على المنتخب لكنه ما حدث بالشكل المتوقع تفسيرك لده لم نرى هذا ولم نرى تأثيرا ملحوظا على المنتخب الإيطالي هناك فرق شاسع ما بين الفرق الإيطالية وما بين منتخب إيطاليا نعم رأينا ثلاث فرق إيطالية بتصعد إلى النهائيات رأينا ثلاث فرق تحاول وتدفع بقوة لتصل إلى هذا المستوى لكن إيطاليا لها مسار آخر إيطاليا لها دائما رأي آخر يختلف عن فرقها لذلك إيطاليا أقول أنها عيبها أنها سأوضح لكم فيما بعد طيب لو كلمت على مستوى النجوم على مستوى الأسماء يعني لما نبص لنسخة أي منتخب إيطالي على مدار التاريخ حتى النسخ اللي نجحت في تحقيق ألقاب قرية أو حتى بطولة كاس العالم هنجد كوكبة من النجوم في كل المراكز تقريبا نتكلم على حرص المرمى فهنتكلم على بوفون هنتكلم على باولو روسي هنتكلم على زامبروتا على مالديني على فرانكو باريزي على نيستا على تاتي على دل بيرو على جاتوزو أنا ممكن أمبروزيني على إنزاجي على كريستيان فياري وغيرهم وغيرهم من الأسماء لكن النهاردة لما تسأل حد عن نجوم الكرة في إيطاليا بالكاد ممكن يذكر اسم أو اسمين إيه سبب ابتعاد إيطاليا عن تفريخ أو تقديم نجوم جديدة في كرة القدم وبالنظر حتى لعدد المحترفين الإيطاليين خارج إيطاليا هنجد أن العدد يمكن يكون قليل جدا بالنسبة للأسماء التي ذكرتها فأنا أشكرك بصدق على تشجيعك لإيطاليا وعلى ذكرك لأسماء الكبيرة في عالم الكرة الإيطالية وأنا حقا سعيد أن تذكر هذه الأسماء الآن وأنا في هذه المقارلة لكن أقول لكم أن لابد من إعادة التشكيل من جديد لابد من وضع خطط قوية جدا لإعادة مثل هذه الأسماء ليس بالسهل الرهانة على سباليتي ولا الرهانة على جيل جديد ممكن يقدم الكرة الإيطالية بالشكل أو في المكان الذي تستحقه بالنسبة لسباليتي يجب أن ينجح ليس لديه خيار آخر الآن وفي طريق نقول طريق صعب طريق مظلم ونحن بحاجة إلى من يضع لنا النور الآن على الطريق نحن بحاجة الآن إلى أن نعيد أنفسنا من جديد حقا كنا نرفع رؤوسنا شامخة في السابق عندما يذكر أسماء الكبار اللاعبين الآن لا نقول أنه لدي تقصيرة وأي شيء من هذا لكن نحن نفتقر إلى مواهب كبيرة نفتقر إلى مهاجمين كبار طيب هروح معك لملف الأندية الإيطالية والحقيقة حابب أبدأ بلاتسيو وروما اللي يمكن الموسم ده نتائجهم وانت طبعا كنت نجم السابق في الفرقتين أو في الناديين فيهمني أسمع رأيك ليه تراجع الأندية دي أو ليه تراجع لاتسيو وروما تحديدا وبيعدوا عن المنافسة على القابل خصوصا أنه الكل توقع من بداية تجربة مورينيو مع روما ومع انتدابات قوية بحجم ديبالا وبحجم لوكاكو أن روما ممكن يكون قادر مش بس على المنافسة على المستوى الإيطالي لكن على المستوى الأوروبي حسنا فيما يتعلق بلاتسيو أقول لكم أن نصوب الجهود على عدة أسباب سأذكر لكم منها إجمالا لسيما وقد رأينا فرق الإيطالية تتألق ولاتسيو لا نرى له أي تقدم ملحوظ لا نرى له كما كان في السابق حقا كنت في فريق لاتسيو كان مليئا بالنجوم الكبار أما بالنسبة لروما في وضعها موضوها مختلف جدا قد توقعنا نجاحا مع مورينيو وحقا روما فريق شامخ فريق كبير فريق يستحق أن يتوج بالألقاب ومنذ أن كان به أيضا النجم المصري محمد صلاح فكانت روما حقا فريق كبير من من وجهة نظرك الفريق الإيطالي اللي ممكن يكون قادر على تحقيق لقب أوروبي في الوقت الحالي الرهان الرهان على أي من فرق إيطاليا اللي ممكن تنافس أو تحقيق لقب أوروبي في الموسم الحالي رهانك على الإنتر رهانك على الميلان أو على نادي آخر أنا أعتقد أن الإنتر في هذا العام في هذا الموسم قوي جدا وقادر على المواجهة من وجهة ناظري ورشح إنتر بقوة كما نرى كبار الفرق الموجودة مثل منشستر سيتي وغيرها من الفرق الكبيرة لذلك الإنتر هو الوحيد نقول نسميه دائما والفهد الذي يستطيع أن ينقض على فرستي في هذه البطولة باولو نيجرو سؤالي الأخير أو مين هو أهم ملاعب إيطالي في الوقت الحالي ومين هو أفضل مدرب إيطالي في الوقت الحالي بالنسبة لي عفوان أفضل لاعب إيطالي حاليا من وجهة ناظرك لا أظن أن هناك واحد أو أقول ذكر اسم واحد فقط أن يكون متفوق على الآخرين إذا تحدثت لنا تحدث عن شخص بفرد يتحدث عن مجموعة وإذا كنت بطل منك أفضل مدير فني إيطالي سواء بيشتغل في إيطاليا أو خارج إيطاليا في الوقت الحالي في المرحلة دي أنا أفضل مدرب في إيطاليا في هذا الوقت فاولو نيجرو بشكرك شكرا جزيلا نيج بلاتسي ورومة ومنتخب إيطاليا السبك شكرا جزيلا عن مشاركتك معنا ونتمنى كل التوفيق بالتأكيد مدرسة الكرة في إيطاليا المصالة أندية متخيل أنه في أجيال عشقت وشجعت ووقفت وسندت أندية إيطاليا كتير منها اليوفي واحد من عمالقة أوروبا الميلان تاني أكتر نادي بعد ريال تتويجن بمطول الدوري الأبطال والإنتر بكل النجوم العظام الحقيقة للعب والفريق الإنترنسيونال أو إنتر ميلان زي ما كنا بنعرفه قبل كده فبالتالي أنا عارف أنه في قاعدة كبيرة جدا تتمنى أن الكرة إيطالية ترجع تاني وإن كنت أنا برشح لكم دايماً الدوري الإيطالي في الموسم الأخير والموسم الحالي واحد من أمتع الدوريات يمكن على مستوى الأسماء فيش أسماء كبيرة قوي زي الدوري الإنجليزي أو الإسباني لكن حقيقة فيه كرة على أعلى مستوى واللي ما شافش ماتش الإنتر الأخير واللي ما شافش جول دي ماركو في الماتش الأخير في الكالتشو الإيطالي يدور عليه ويشوفه هيعرف تابعوا ماتش أو ماتشين هتعرفوا أنه كرة في إيطاليا في حتة تانية خالص فاصل ونرجع لحضراتكم اشتركوا في القناة